يعد نهج جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في ميدان العمل الإنساني والخيري ما حط أنظار المجتمع الدولي لما يحمله من معاني عظيمة تجسد السلام والتعايش والتعاضد بين الشعوب العالم وتقديرا للعطاء الخيري والمساعي الإنسانية الحثيثة التي يرعاها عاهل البلاد المفدى تم منح جلالته مؤخرا قلادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الطبقة الأولى عرفانا لجهود جلالته الإنسانية الكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي لطالما كان وما زال نهج جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه محط أنظار العالم في كيفية تعزيز العمل الإنساني والخيري محليا وأقليميا وعالميا وفي كيفية نشر ودعم مبادئ السلام والتسامح في المنطقة والعالم أجمع بما يعود أثره بالخير لصالح مختلف الشعوب وذلك من خلال ما رسقه نهج جلالته الرشيد ورعايته السامية للعديد من المشاريع والمبادرات الإنسانية التي قدت نبراسا في ساحات الخير والعطاء وتقديرا لهذا العطاء الخيري والمساعة الإنسانية التي يقودها قائد العمل الإنساني بكل حكمة وحنكة فقد قررت الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر منح عاهل البلاد المفدى قلادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الطبقة الأولى تقديرا لجهود جلالته الإنسانية الكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي حيث تعد هذه القلادة من أرفع الأوسم التي تمنحها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لملوك ورؤساء الدول الذين قدموا خدمات جليلة للحركة الدولية والصليب الأحمر والهلال الأحمر إن تكريم جلالة الملك المفدى ومنحه هذه القلادة يأتي تجسيدا لما يوليه حفظه الله وسدد خطاه من رعاية واهتمام بالغين بالعمل الإنساني في مختلف المجالات انطلاقا من التعاليم الديني للإسلام الحنيف وللقيم الإنسانية النبيلة وتأكيدا لما يحرص عليه نهج جلالته الثابت والقائم على التعاون والتضامن مع الشعوب لسيما في الظروف الصعبة والمحن وتقديم أوجه الرعاية والدعم كافة ليعم السلام والأمان والمودة العالم بأسره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر